دولة جديدة مع مرسل أكسترانيوز من مختلف محافظات الجمهورية سنتحدث فيها عن مختلف الموضوعات وسنقف عند دعم دولة وتمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا سنتابع التواصل استقبال مراكز تلاقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا للمواطنين في مختلف الأماكن دعونا في البداية نرحب بالزملاء الذين ينضمون إلينا في هذه الجولة ونرحب بشيرين مجدي وأحمد الأفيوني شيرين من القليوبية وأحمد الأفيوني من قنة سنبدأ مع شيرين حيث يستمر إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية تنتشر فرق التوعية والتواصل المجتمعي التابعة للوزارة في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبالا من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية إذن للمزيد من مركز لقاح كافر الشكر الزميلة شيرين مجدي شيرين برحب بك مرة أخرى ماذا في التفاصيل والمعلومات لديك؟ تحياتي لك إيمان وكما ذكرتي بواصل مركز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بكافر شكر استقبال المواطنين الرغبين في تلقي اللقاح عقب تسجيلهم على الموقع الخاص بوزارة الصحة ومن ثم تلقي رسالة على الهاتف المحمول تفيد بموعد ومكان المركز المحدد لهم لتلقي اللقاح ومن ثم يمكنهم المجيء إلى المركز المحدد خلال ثلاثة أيام منذ تلقي هذه الرسالة وبالفعل بتوجه المواطن إلى المركز وبيقوم بتسجيل بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي ومن ثم التوجه إلى غرفة المشورة التي يتم فيها يعني توجيه بعض الأسئلة عن التاريخ الصحي ما إذا كان تعرض لنزلات برد أو فيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي يتحدد على إثريها نوع اللقاح الذي سيتم تحديده للمواطن ومن ثم التوجه إلى الغرفة الخاصة بتلقي التطعيم هذه المراكز بتعمل منذ التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء والمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الدكتور سيد حافظ مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكر بمحافظة القليبية لدكتور سيد بعد التحية لو نقيم حجم الإقبال الذي لحظنا يعني من خلال المواطنين يعني لاحظنا في الخارج عدد كبير من المواطنين الرغبين في تلقي اللقاح كيف يمكن لحضرك تقييم عملية التوافد للمواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاليا فيه التوافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين مع بداية الموجة الرابعة لانتشار المتحور الجديد خوف المواطنين على صحتهم أدى بيوم للتوافد لتلقي اللقاح والتقديم وسرعة التقديم لتوافد اللقاح حاليا كنا بنستقبل يوميا 300 حالة في اليوم النهاردة ممكن نوصل لألف حالة وأكتر من ألف حالة يوميا يعني هذه الأعداد من ثم يعني بيتبعها أيضا تجديد على الإجراءات الاحترازية أبرز الإجراءات المتابعة داخل المركز في ظل هذه الأعداد المتزايدة دايما بننصح المواطنين سواء تلقوا اللقاح أو عدد لم يتلقوا اللقاح سواء محصن جرعتين أو جرعة واحدة التزام بالإجراءات الاحترازية أول حاجة غسل الأيدي الحفاظ على غسل الأيدي رقم واحد لبس الكمامة ما فيش أي حد يتخلى عن لبس الكمامة الحفاظ في كل الأماكن سواء زحمة من الزحمة حاليا لازم نحافظ في خلال الموجة الرابعة لازم نحافظ على لبس الكمامة الفرق بالكحول يبقى معنا على طول فرق بالكحول أو بديل بتاعه اللي هو غسل الأيدي التباعد الاجتماعي وده دايما بنشدد هنا في المركز عندنا في ظل الأعداد الكبيرة اللي بقت توصل لنا كل يوم أن نحن نستقبلها كل يوم أن نحن دايما التباعد الاجتماعي يا جماعة حافظوا على التباعد الاجتماعي دايما وبننصح أخواتنا المواطنين نحن يحافظ على التباعد وفرق مسافة لا تقل عن متر أو متر ونص نولا تحدث عن أبرز اللقاحات المتوجدة هنا بالمركز والتي تم إعطائها للمواطنين ورغبين في تلقى اللقاح الأنواع اللي موجودة عندنا الأسترازينيكا إسبوتنيك سينوفارم سيني سينوفاك وده الصناعة المصرية وحن نحن نشغلين بجرعة أولى عندنا في المركز وعلى أي أساس بيتم تحديد نوع اللقاح للمواطن المواطن أول ما بيخش بيخش لغرفة تسجيل وبعد غرفة تسجيل بيتنقل للمرحلة التانية اللي هي الموافقة المستنيرة بيقعد مع طبيب والطبيب بيحدد أعراض والمرض والأمراض المزمنة اللي بيشتك منها أو الأدوية اللي بيتناولها أو عنده أمراض مناعية ولا لا وبناء عليه بيتم تحديد اللقاح المناسب لحالته لتلقيه هل بعد تلقي اللقاح هناك بعض الأعراض التي كتطرق على المواطن وكيف يمكن التعامل معها؟ عندنا نوعين من الأعراض في أعراض عامة في الجسم وهي بيبقى التعرق وبيبقى ارتفاع في درجة الحرارة وفي أعراض بتبقى أعراض موضعية العراض الموضعية اللي هي بيبقى في حكة وفي ورم ده مكان الحقن بس وبيزول خلال ممكن 24 ساعة أو 28 ساعة حد أقصى يعني هل هناك بيكون عملية متابعة مع المواطن عقب تلقي الجرعة الخاصة به؟ بعد كل جرعة في غرفة اسمها غرفة متابعة ما بعد تلقي اللقاح ده يبقى فيها قاعد فيها طبيب ومرضة ومن حق المريض هو يرجع في أي وقت يسأل لو فيه أي أعراض ظهرت عليه هل هناك موانع للتطعيم بيتستلزم المواطن لإرجاء هذه التطعيم الخاص بفيروس كورونا؟ لو في حاليا بيعين طبعا لو هو في اشتباه كورونا حاليا أو في مصاب بكورونا طبعا ده لازم يأجل طبعا على حسب ما الطبيب هيحدد له بعد التعافي تماما مدة من شهر إلى ثلاث شهور على حسب التعافي واختفاء الأعراض أو دور برد جديد برضو نستنى لحد اختفاء كل الأعراض ما تزول من عنده هل هناك العديد من التسيرات التي تم توفرها للموطني لتلقي لقاح فيروس كورونا لو نتحدث عن أبرزها خاصة لكبار السن كبار السن طبعا لهم الأولوية يعني احنا بنحاول نحافظ على الأدوان نظروا انهم ما ينتظروا اي وقت طويل بنحاول نوفر لهم حتى في التسجيل في الكمبيوتر لو حد ما عاش يسجل لو حد مش قادر معهش موبايل أو كده احنا بنساعده في التسجيل ونجيب له الرسالة على طول عن طريق فرق المتنقلة هل هناك عربات إسعاف تتوجه إلى كبار السن في المنازل لإنهاء هذه الإجراءات أو أخذ التطعيم؟ فيه نوعين من القوافل بيطلعوا فيه لو مريض مش متاح له الحركة بيتصل بالخط الساقن وبيحدد له إسعاف منزلي ده بيروح له بيدله لقاح لحد ما هو موجود في البيت وإحنا هنا كمركز الوزارة أتحت لينا غرفة عربية مجهزة قافلة دي بتخرج للأماكن الجهاد الحكومية يا زي مثلا الضرائب القوى العاملة طب البطري في المكان وبالطعام الموظفين كلهم في نفس اليوم بتسجل لهم وطعامهم في نفس اليوم تيسيرا عليهم بدل اللجوء للمركز شكرا جزيلا دكتور سيد حافظ مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكري بمحافظة القليوبية وكما ذكرنا مشاهدين هذه المركز على مستوى الجمهورية تعمل منذ التسعة صباحا حتى التسعة مساء لاستقبال المواطنين الذين سبق لهم التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالعودة عليك إيما مرة أخرى شكرا جزيلا لك شيرين مجدي على كل هذه التفاصيل وشكرا موصول طبعا لضيفك الكريم